الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى قد يكون الإنسان في تمام صحته وعافيته وتتغير الظروف والأحوال ويصبح مريضاً وأحياناً عاجزاً عن العمل وأداء المهام اليومية كثيراً منا لا يعرفون حقوقهم من التأمين الوطني في مثل هذه الحالات ولهذا يجب التوجه لأشخاص مختصين ولديهم من الخبرة والكفاءة الكاملة للحديث عن الحقوق والمستحقة من التأمين الوطني لفئات المرضى والعجز تستضيف المحامية ميساء إخضير مصالحة أهلاً وسهلاً فيك مختصة بقضايا التأمين الوطني، التعوضات والضرائب أهلاً فيك ميساء أهلاً معادي جمعة مباركة علينا وعلى جميع المشاهدين متشكرك على هذه الفرصة الحلوة أن نوصل لأكبر عدد من الناس ونحكي عن موضوع جداً مهم اللي ممكن عن طريقة المنصة نوصل للناس اللي بحاجة لتوجيهات واستشارة بموضوع التأمين الوطني وتحسيد المستحقات من مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الصحة إن شاء الله، يلا خلينا بنبدأ يلا بنبدأ كثير من الناس ما بيعرفوا حقوقهم في التأمين الوطني خاصة في حالات المرض والعجز العام بعضهم تكون لديهم تجارب مريرة مع إعلانات لمراكز تحصيل حقوق وغيرها أنت خبيري بهذا المجال إلك السنين شو بتنصحيهم؟ أولاً معاد الإنسان المريض أو البحاجة لمعلومات في موضوع الحقوق طبعته في المؤسسات بكل المؤسسات الموجودة بقدر يحصل على كل المعلومات عن طريق المؤسسة نفسها بقدر يتوجه للتأمين الوطني ويسأل ويستفسر ويأخذ المعلومات كلياتها كاملة من التأمين الوطني اللي حابب يستشير أنا بفضل وبنصح جميع الناس ما يتوجهوش لهذه الشركات اللي بتعمل الإعلانات لأنه هاي ناس مش مختصة وغير مواكبة للقوانين ولا للتغييرات اللي بتصير بالقوانين بشكل مكثف من الجدير بالذكر أنه كل بني آدم لحاله بقدر يتوجه للتأمين الوطني ويحصل على كامل حقوقه ولكن إذا حاول يستشير يستشير إنسان اللي عنده خبرة وعنده فهم بهاي المواضيع المحاميين اليوم اللي بتشتغل بمجال التأمين الوطني كثر وموجودين في كل محال وبحيين طبعا من هاي المنصة أنا من معرفتي فيهن كزملاء كلها يتن عندن الإنسانية وعندن القدرة الكافية إنه يعطوا استشارة سواء مع أخذ الملف والشغل بالملف أو بس مجرد استشارة فبنصح الجميع يأخذوا استشارة من صاحب الاستشارة كيف ممكن أنا أتعرف على الحقوق والأشياء اللي تطلع علي من التأمين الوطني؟ أولا التأمين الوطني اللي حسن الحد بيعطي هاي الخدمة يعني ممكن بمجرد رفع تلفون للتأمين الوطني لمكاد التأمين الوطني تحصل على كل هاي المعلومات وطبعا موجودة كمان بالإنترنت أنا طبعا عندي موقع خاص فيه لمكتبي ممكن كمان المشاهدين الكرام اللي بحب يحصل على أي استشارة بدو يخب أي معلومات يوصل لعندي وبحصل على جميع المعلومات اللي هو بحاجة لإلها شخص أصيب بمرض معين أو عجز سواء جراء إصابة عمل أو حادث طرق أو غيره شو المفروض يعمل؟ طلعهم عاد المرضى عندهم الإمكانية إنهم يتوجهوا للتأمين الوطني زي ما حكيت لوحدهم أو بمساعدة عامل اجتماعي إذا كانت حالة مرضية مستعصية فالمستشفيات بتعطي خدمة عامل اجتماعي اللي ممكن يساعد كمان في تحضير الاستمارات والتوجه للتأمين الوطني وممكن طبعا يروح لعند محامة مهم جدا بإصابات العمل وبشدد إصابات العمل بالذات استشارة محامة وأخذ استشارة قانونية بأقرب وقت ممكن ما بعد الإصابة ما بعد الإصابة يعني أهم شيء من تجربة مباشرة قادة بعد الإصابة يعني أنا بحكي للكل ودائما وبكل المواقع وبكل البرامج اللي بطلع فيها البني آدم اللي الفترة الزمنية بتحدد الفترة الزمنية جدا بتأثر وبتحدد وبتأثر على مصداقيته سواء بالتأمين الوطني أو في المحاكم ما بعد ذلك أول شيء طبعا بعد الإصابة هو العلاج سواء كان حالة طوارئ سواء كان إصابة خفيفة ولكن أول شيء طبعا من عالج الإصابة لأن الصحة أهم من كل شيء زي ما أنت حكيت في البداية بعدين طبعا إعلام المشغل والحصول على الاستمارة اللي إحنا نسميها استمارة 250 اللي فيها المشغل بحكي مظبوط هذا الإنسان إصابته كانت خلال عمله وما بعد ذلك رأسا استشارة محامي لأن المحامي إلو وزنه في هاي القضايا من البداية لما بنيجي لعند المحامي بشكل متأخر صعب نغير وصعب نحسن مجرى القضية تمام واضح هناك أشخاص يعانون من أمراض مزمنة معينة لا يعرفون أنه يمكنهم الحصول على حقوق من التأمين الوطني بأي حالات مرض يمكن التوجه للتأمين الوطني؟ كل الحالات المرضية اللي فيها تأثير على قدرة الإنسان على العمل حتى أمراض اللي أنا وإنتي ممكن نعتبرها مرض شائع وموجود عن كل الناس وما منتوقع أنه ممكن الإنسان يأخذ عليه نسبة مئوية من العجز أنا بحكيلك أنه مثلا مرض السكري بطلع عليهم من التأمين الوطني نسبة عجز اللي بتمكنهم ببعض الأحيان وبأغلب الأحيان إنهم يأخذوا معاش شهري اللي طبعا لا يمنع أنه يشتغلوا يعني كمان ممكن يشتغل وممكن يقط طبعا ممكن يشتغلوا بعد ما تصلح القانون التأمين الوطني بسنة الألفين واثنين ونظرا لأنه الدولة معنية أنه الناس حتى المعاقين يكملوا يشتغلوا ويكملوا بسوق العمل عشان كمان يثبتوا نفسا وكمان يتحسنوا ويتأهلوا من جديد بعض المرض معنية أنه حتى وهن يأخذوا معاش عجز يقدروا يشتغلوا ويقدروا يشتغلوا عدد ساعات معين وعدد ساعات كامل في بعض الأحيان لحديد ثمان ساعات يوميا ولحديد مبلغ معين شهري معاش شهري كيف يمكن تحديد نسبة العجز عند أي شخص لدى أي شخص؟ هل مهم أنه يكون مرافق ومحام مختص لإله خلال جلسات اللجانة الطبية مثلا؟ أوكي خلينا نبلش هيك الملف الطبي بوصل للتأمين الوطني مع استمارة الطلب اللي بقدمها الشخص نفسه أو مع محامي دور المحامي في البداية أنه يبني الملف الطبي بطريقة مزبوطة وتكون الأمراض والحالات اللي موجودة عند هذا الشخص موثقة بتقارير طبية غالبا الإنسان المريض بكون أكثر مشغول في نفسه في وجعه فبيفتكر أنه بكفة أنا أحكي أنه عندي سكر يبأخذ أبر إنسولين خلص أنا بأخذ النسبة العجز مش مزبوط نسبة العجز اللي بأخذها المكسموم اللي ممكن يأخذه على مرض السكري مش روح يقدر يمكنه من أنه يأخذ معاش في كثير من الحالات عشان هيك المحامي ممكن يواجهوا كافية من الملف الطبي ويوثقوا بوثائق طبية من أطباء مختصين طبعا كل بناية ملف طبي عن هالشكله بختص في الحال نفسها بالحال نفسها طبعا كل ملف مختلف عن الآخر نعم بعدين بتقدم الطلب للتأمين الوطني التأمين الوطني بشتغل على الملفات بهاي الطريقة أولا بفوت المريض على لجان طبية موجود فيها أطباء مختصين اللي أنا من هون من هالمنبر بوجهلين تحييي لأنه بعملوا عمل إنساني كثير كبير الأطباء بفحصوهن وبيقرروا نسبة العجز بعد ما اللجان الطبية تلخص الملف وتعطي نسبة العجز الطبي للإنسان بتحول الملف لعند العامل الاجتماعي العامل الاجتماعي هو مسؤول عن التأهيل بفحص هل بالفعل الوضع الصحي عند الإنسان اللي انفحص بيأثر على قدرته على العمل وكيف بيأثر وبأي نسبة بيأثر وهل هو فعلا قادر أو غير قادر على العمل أما في حال تم رفض طلب شخص ما من التأمين الوطني مهم جدا كل إنسان يعرف إنه بعد ما كان بلجان طبية وبعد ما كان بلجانة تأهيل مع عامل اجتماعي اللي بيعطي توصية إذا صحيح عنده قدرة أو ما عندهش قدرة على العمل بيطلع قرار من التأمين الوطني عن طريق إنسان ثالث موظف ثالث ما إلو دخل لا باللجانة الطبية ولا بلجانة التأهيل اللي بيعطي القرار للأسف مع إنه ما شاف المريض ومع إنه ما لطق فيه ولا غدر أنجد يتعرف عليه وعلى صحاباته هل الاستئناف هو حال؟ طبعا موجود الاستئناف بيكون على لجنة عليا لجنة طبية عليا اللي بتعاود تفحص الملف كمان مرة وتفحص إذا كان فيه خطأ في وسائل أخرى غيره؟ في وسائل أخرى طبعا بحالة اللجنة العليا قررت إنه ما تغير القرار طبعا اللجنة الأولى بإمكاننا نتوجه للمحكمة اللوائية محكمة العمل اللوائية ضد التأمين الوطني ولكن بس بسؤال اللي هو قانوني مش بسؤال اللي هو بتعلق بالوقائع وبتحديد النسبة المقوية للمرض بس بسؤال اللي يعني إذا فيه عندنا خطأ قانوني صار خلال اللجانة الطبية بخصوص الجيل الذهبي بخصوص المسنين والمخبار طبعا هن زي ما قالوا هن تاريخنا وجودنا هون وجذورنا وجذرونا طبعا خلينا أكون صادقة معك معاد أنا بشتغل مع الأطفال المعاقين وبشتغل مع الشباب للأسف اللي بيمرضوا أمراض مستعصية ومع النساء بشكل عام اللي هني تحت جيل الشيخوخة جيل الشيخوخة لا بس أنا كنت أحب أسألك سؤال لأنه سن يعني مثلا المسنين وكبار السن أيضا بالإمكان عندهم تحصيل حقوق من التأمين الوطني مثل الإعالي طبعا والرعاية اليومية طبعا يعني أنا بهمني هون مثلا أسألك وتوضحي لنا الموضوع أوكي فأنا اللي بدأ أحكيه كالتالي أنا كمحامية ما بشتغل مع هذا الجيل لأنه ما في داعي ليش لأنه موضوع الجيل الذهبي العزيز موجودة عند العمال الاجتماعيين بالشؤون الاجتماعية سواء في البلدية أو بالمجلس فممكن يتوجهوا لهن طبعا وممكن يتوجهوا بنفسهم إذا عندهم القدرة للتأمين الوطني وبيقدموا أوراقهم الطبية وبيطلع لهن إعالي حسب الساعات الي هني بحاجة لإلها حتى الفحص معاد بيتم بالبيت يعني هني حتى ما بيروحوا على لجنة طبية بالمؤسسات اللي العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي بيجوا اللي عندهم على البيت وبحالة شافوا إنه فيه داعي بيجي إنسان مختص بالتأهيل اللي بيجي اللي عندهم على البيت وبيفحص شو بدهم احتياجات وحسب هيك بطلع لهم قرار بس طبعا إلهم إعالي وإلهم مكانتهم بالتأمين الوطني طب اللي عنده شخص مسن مثلا قرر كل الاحترام لإله لابن الأكبر أو البنت إنه تختار إنها تعيش معها إمها أو بيها شو النصائح اللي ممكن تقدمي لهن إياها بمثل هيك حالات لمن لازم يتوجهوا؟ شو لازم يعملوا؟ هون فيه نقطة فكرة إسا أنت ذكرتيني فيها معاد اللي هي نقطة الإعفاء من الضرائب بحالة فيه أن إنسان حتى لو مش كبير بالعمر أن إنسان قرار بدرجة أولى في البيت ساكن معنا وعنده حالة مرضية اللي وصلته لعجز ممكن إبنه أو بنته اللي ساكن معه يأخده إعفاء من الضرائب اللي هي ممكن تكون مبالغ جدا كبيرة زي ما حكيت لازم تكون قربة أولى يعني الأب بأخذ على ابنه الأب بأخذ على أبو على الأم على الأبن زي ما حكينا والشغل الثاني ممكن يأخذ طبعا إعالي مساعدة مساعدة خاصة إذا الحالة الموجودة عندنا بحاجة لمساعدة زي مثلا إذا فيه داعي لمساعدة خلال الأكل، الشرب، الحمام، اللبس ففيه طبعا التأمين الوطني بيعطي هاي الإمكانية الإبن اللي قرر إنه يدير باله على أمه أو على أبوه أو على حماته عنده في البيت بقدر طبعا يتوجه للتأمين الوطني ويطالب بهاي المساعدات وكمان مرة هني بيجوا لعالبيت وبيفحصوا شو الكبير بالعمر بحاجة وبعطوا الخدمات اللي هو بحاجة لهم المحامية ميسا وصلنا، شو التسهيلات اللي ممكن يحصل عليها الشخص متلقي مخصصات مرض أو عجز من التأمين الوطني مثل الحصول على بطاقة وقوف مثلا في أماكن مخصصة تخفيض بترخيص السيارة أولا خلينا نبلش هيك اللي عنده نسبة عجز عالي ونسبة العجز الطبي فاقت الثمانين بالمية بطلع له كمان تسهيلات وتخفيضات بالضرائب حكيناها ضرائب بشكل عام ضريبة الدخل وبطلع له كمان ممكن يكون اعفاء من الضرائب ممكن طبعا يكون اعفاء من الضرائب بتعلق بنسبة العجز بتعلق طبعا واعفاء من الضرائب مش بس لإله كمان لزوج أو الزوجي حلو الشغلة الثانية الأرنونة الدفعات للبلديات الكهرباء هاي بطلع عليها تخفيض اذا الاعاقة كمان تتخلل مس بالعيون بالنظر كمان في عنا هون اشياء اللي هي اضافية مهم جدا الاستشارة بهيك حالات التسهيلات بالنسبة للسيارة المعدة خصوصا لصاحب العجز او الاعاقة اللي هو بحاجة لسيارة خصوصة هاي مش التأمين الوطني مسؤول عنها هاي مسؤولية وزارة الصحة وزارة الصحة بتعمل كمان لجنة طبية اللجنة الطبية بتفحص الاعاقة الموجودة عند الإنسان وبتفحص حسب القانون الخاص بهذا الموضوع إذا هالإنسان بطلع له بطاقة انه يصف بلاش بكل محال او يصف بمكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وما إلى ذلك هندي اللي بقرروا وهون انا بنصح يكون في استعاني بمحامة لأن القضية مشي هوينة وإلها كمان تأثيرات إيجابية بعد ذلك مستقبلية زي مثلا الإنسان اللي فقد القدرة على الحركة مش ويمشو الأسباب سواء حادث أو مرض بطلع له سيارة لنفرد حسب القانون هذا الإنسان كمان بطلع له تخفضات عن طريق وزارة الإسكان بحالة أخذ التخفضات اللي بتطلع له من وزارة الصحة فالإشي مرتبط ببعضه هو سلسلة سلسلة بتبلش بالتأمين الوطني بعدين وزارة الصحة بعدين وزارة الإسكان بتطلع له تخفضات على شراء بيت بتطلع له تخفضات على تصليح البيت وتهيئة البيت للوضع الخاص اللي استجد عنده له استعماله مثلا لكذا آلة خاصة ذكرتيني في سؤال اللي ممكن إحنا هيك ما وقفنا عنده حكيتي على ممكن إنه يكون عجز أو مرض أو شغلات اللي هيك صعبة على يقوم فيها ممكن بما إنه دايما أو بالعادي بيعمل نفس الشغل أو مثلا ممكن يقعد على كرسي العديد من الساعات ممكن بيشتغل بمكتب اللي بيشتغل طبعا المهن الثاني مثل إحدادة وإنجارة أو هيك ممكن تتسبب هناك إعاقة ثاني فبأي جيل ممكن إنه يستشير مختص ويطلع له كمان هاي التسهيلات وهاي التخفضات من ناحية إصابة عمل نعم أو مرض اللي هو بسبب نوع عمله صحيح أولا هاي عالم كامل متكامل يعني بحياتنا اليومية كمحاميين اللي هي بسموها مرض نتيجة العمل زي مثلا المعلمين في عندهم البحة في عنا اللي بشتغلوا صائقين بساط صائقين السيارات الكبيرة الشحن اللي بيعانوا من مشاكل الظاهر صحيح السمن الزائدة اللي بتتسبب برضو الجلوس لساعات طويلة السيكرتيرات اللي بصير عندهم برضو مشاكل في الرقبة في الإيدين بسبب نوعية شغلهن فش جيل محدد ولكن القانون والأحكام الموجودة اليوم بتطلع على المرض حسب عدد السنين اللي الإنسان كان موجود فيها في نفس الشغل ومارس نفس الأشغال بشكل متواصل لمدة السنين معينة يعني ما بيكفي إنه بعد ستة شهر كسكرتيري أروح أطالب بإنه صار عندي مرض بالرقبة أو جسك في الرقبة بسبب جلوسي ستة شهر على الكرسي وعلى الكمبيوتر بكفيش لازم يكون عدد السنين معين واستمرارية بممارسة نفس العمل كلمة أخيرة بتحب توجهيها ولمين؟ لمين دا وجهها؟ دا وجهها لكل الناس بدي أطلب من كل الناس أول إشي يديروا بالهن على صحت المعاد لأنه أهم إشي الصحة وكل الحقوق اللي ممكن تحصلوا عليها كمرضة مش ممكن تعود عن ساعة واحدة فيها تكونوا مبسوطين ومرتحين وبدون أدوية وبدون قبر ولكن بطلب من الجميع تستعجلوش تستهونوش بالحقوق تبعتكو بحالة في حالة مرضية أو حالة إصابة لصلاح الله توجهوا لناس مختصين توجهوا لناس اللي تقدر تعطيكوا الاستشارة المزبوطة وبلاش نزيد الوجع أكبر بأنه نكون غلطانين بالاستشارة اللي منخذها المحامية ميسائخ ضير مصالحة مختصة بقضايا التأمين الوطني التعوضات والضرائب شكرا لك على هذه الإضافة الخاصة والمعلومات التي غابت عن كثير مننا وهم بأمثل حاجة لها شكرا لكم العفو ترجمة نانسي قنقر